أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الثالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض دينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جوذا أم حسبت أن أصحاب الكتب والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبتوا أمدا نحن لك فق عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هداء وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندوى من دونه إلها لقد خلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لن لا يأتون عليهم بسلقان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت فذاوه عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهن في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رفود ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أجد طعاما فلينظر أيها أجد طعاما فليأتكم برز منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملةهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين ولهوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة روء ثامنهم كلبهم 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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وانكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب منها رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واسلما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم ولا تعد عينك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر إنا أعددنا للظالمين نار الأحاط بهم ترادقها وإن يتغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشهر الوجوه بئت الشراب وساءت متفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عبن تجري من تحتهم لهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإذ تبرك مستكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنهل وجعلنا بينهما ذرعا كذلك الجنتين آتت وجكو لها ولم تعلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفه قال ما أعظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئرودت إلى ربي لأجدن خيرا منها مطلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك تقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلبك كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضعب لهم مثل الحياة الدنيا شماء أنزلناه من السماء فاغتلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون وجدون دينة الحياة الدنيا والباكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وتوى الأرض بارزته وحشعناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وهلتنا ما لهذا الكتاب لا يغابر طويرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإن كان من الجن ففسق عن أمر ربك أفتتخذونه وذريته أولياء من ذوني وهم لكم عدو بئس للوالهين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكيوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نسل المعسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آهانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يكتدوا إذا أبدا وربك الوفور ذو الرحمة لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجلا وإن تدعوهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبدوا مجمع البحرين أو أمضي حكوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آثنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال هالك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا وما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجد من الشيء حتى أصبت لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لك يا أولى من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلا قد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألت فعن شيء بعزها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبه أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض وضفأ قامه قال له شئسة لتخلت عليه أجرا قال هذا فراك بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأعظت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الأولام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرحقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لأولامين يشيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلوى أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكلو عليكم منه ذكرا إنا مكتنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلو مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قل أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه وعذابا نقرى أما من آمن وعمل صالحا أما من ظلم فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لما جعل لهم من دونها سترا كذلك كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن destacق أن تجعل من دونها سدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل من دونها يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعوا لسمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا قل هل منبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وغسلي هجوة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ندلا خالدين فيها لا يبعون عن ما حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا